أهلا بكم أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم حلقة الخميس من ملك وكتابة الحلقة اللي بتحمل الرقم 894 وده للتوضيح لأنه ممكن آخر حلقة كنا معاكم فيها كان الرقم غلط هذه الحلقة 894 من ملك وكتابة جاية في التوقيت عزيز على كل الأهلوية وغالي على كل إنسان مصري إنه يمر 117 سنة على نشأة ناد أعتقد كليه الدور الكبير قوي في إدخال البهجة والسعادة على الأهلوية لا وإرساء الصح والصحيح والمبادئ والقيم والريادة في كل ما هو في اتجاه الفهم الدقيق والصحيح لمعنى الانتماء لمعنى اتصاق الأهداف الرياضية مع الأهداف العليا في معنى كمان إنك أنت تبقى فهم الدنيا بالمفهوم السليم كيف تفوز بلا غرور وكيف تتقبل الهزيمة لتصنع النصر بدون إحباط أو خزلان دي معاني مهمة جدا أعتقد حلقة النهاردة فيها الكتير من التناول لهذه المعاني وهذه أبرز العنوين 117 سنة ودايما شباب أهلي النصر والغربان ومعركة من زمان ملوك الصلاة ودروس التعثر قبل التتوجات اعتراف السعيد يحرج التعيس وأخيرا بين رحيل العمدة وذكرى نومان ده محتوى حلقة النهاردة اللي جاية ليلة المباراة الكبيرة ليلة الحدث المهم جدا الأهل بكرة إن شاء الله تعالى عشر مساء في أستاذ القاهرة مع تيبي مازينب الكنغولي مباراة العودة للدول وهو الحدث يا أستاذ إبراهيم اللي أنا أشرت ويبقى دائما الأولوية وتبقى دائما الأولوية هنحتفل بكل حاجة بذكرى تأسيس النادي العلامي الأسطورة ولكن تركزنا كله ومشاعرنا كلها في التجاوة واحد الدعم ثم الدعم ثم الدعم ثم نستعرض ما هو المطلوب من كل عنصر من عناصر المتمين إلى النادي الأهلي في هذا الدعم حتى نحقق خطوة ربما تصبح أيضا خطوة أسطورية في مشوار رائع علامي للنادي الأهلي ماتش بكرة يجب بكل القضايا نؤجل كل الأمور الشخصية والعامة إلى ما هو قد لأنه بكرة ما ينفعش غير نفكر في حاجة واحدة اللقاء الحاسم والهام هو ده الكلام المسؤول يا جماعة أنه الوقت اللي أنت بتدفع به بأهمية وحدة الصف الأهلاوي اللي بتدفع فيه بضرورة التركيز وعدم التشتت وعدم الاهتمام أو الالتفات لمحاولات الجرجرة إلى ما هو يثنيك عن الهدف الرياضي البطولي الحقيقي أنت في ليلة مباراة كبيرة عندك حدث مهم الأول الكل يركز في اجتياز هذا الحدث بإذن الله تعالى يصعد الأهل لنهاء دور الأبطال في البحث عن الاحتفاظ باللقب المرموق ويبقى منقشة كل الأمور وأي أمور في توقيتاتها إن شاء الله تعالى بمنتهى الصراحة والشفافية والحقائق ولكن ألا يستدرجنا أحد لمعارك هو يريد بها وكأنه يدافع عن أمر ما ولكنه يريد بها أن يوقع نادي الأهل في هذا الانقصام لا ما عادش هياخد تركيزنا جماهيرنا هتظل هي الأكبر والأقوى والأكثر دعما ونعمل اللي علينا ونأخذ بالأسباب وبإذن الله ربنا وفق بإذن الله تعالى نارد الأهلي